وصلت ثامن طائرات جسر المساعدات الجوي الكويتي إلى مطار الخرطوم محملة بنحو 40 طن من المساعدات وذلك عبر جمعية العون المباشر وقال سفير دولة الكويت لدى السودان بسام القبندي إن المساعدات تمثل تأكيدا على دور الإنساني للكويت التي جبل أهلها على الخير والعمل الإنساني ومواصلة للدور الذي ظل يقدمه قائد العمل الإنساني سمو أمير البلاد الرحل أشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه مضيفا أن الجسر الجوي سيتواصل خلال الأيام المقبلة حسب الاحتياجات المحلية